قبل أن أبدأ بالتسلسل من المشاكل ومع ضيوف أود أن أوجه رسالة إلى كل أهلنا الميسورين وإلى المسؤولين وأن كنا نختلف هنا نتقاطع هناك خلافاتنا ليست خلافات شخصية بقدر ما هي البحث عن مصلحة الوطن والله وهذه الشدة اللي بيها أمة الإسلام والبشرية جمعاء تصلني رسائل ومناشدات بعض الأحيان أقعد ببحدي أشبع بتي أشبع بتي بيني وبين نفسي وتدورون أنا أعايش ببحدي الآن في ظل هاي الظروف لأنه أكو مشاكل ما كان المفروض أن يصل العراقي إلها وأبتش على الوضع وعالقدر السيء اللي خل العراقيين يصلون لهذا المستوى يعني يتصل بيها مقدم من الجيش السابق يعني هذا الاتصال كان عن طريق صديق إله قال هذا قاعد مستعد يجي إذا هذه ينظف الشقة يكنس يركب يركب يودونه يتسوق قلت لأخي هذا مقدم قال لي نعم مقدم وريد يجي يشوفك أو تشوف لأحد مستعد يشتغل عامل خدمة هسا هاي القصة ما أنا ألفها ما أنا اختراحها بس منها سمح الشيء قلبي قدم بالجيش العراقي تعرف شنو مقدم يعني بطل الآن يريد يجي يشتغل يمسح قاع ويسوي شاي ويركب على مودة حصل لشتشال فليسي عيش بهن أتمنى السيد وزير الدفاع يسمعني الأخ العزيز عثمان الغانمي أتمنى أي واحد ببزارة الدفاع حتى أوديكم رقم تلفونه لأن أنا ما أردق دع حيبة الشعب العراقي الجيش العراقي العظيم وقياداته العظيمة بأن أطلع بالتلفزيون بس هاي حالة أنا مستعد أود لكم الرجل مقدم بالجيش العراقي هيتش خبرتني مرة اليوم وأنا دائما أدعو للتكامل والتكافل الاجتماعي مرة المؤجر وأكفلها بالباب وعدها يتام ثلاثة نسوان بنات ويطب يقعد بالبيت يريد الإيجار لأن ما أعتشارين تقول لي أخويا أنا كان البنات يشتغلن وممشين أمورنا سدت المحلات سدت الدنيا واشتغلن بالقطاع الخاص والآن هذا قاعد لي يقول طب للبيت أضطر أودي بناتي يم الجيران لأن أحس الرجال يعني وقل لي ما أعدها أبوس إيدك أبوس رجلك بس خلت تفتر الدنيا وأنا خابرت كم مسؤول لمساعدتها مع معقولة يعني يا أخوي هسأ أنت يجوز ما أعدك بس هذا البيت هلا هلا بالمروة وهاي عراقية حرة والوقت أغام فاللي يقدر يساعد هاي المرة تليفونها عندي وذن عراقيات خواتنا وعرضنا وشرفنا ما معقولة الدنيا توصل الهيج تريدلها إيجار تدفعنا في السهل شهر شهرين خلونا نتعاون وهلي نقدر اللمه نودي لهاية لأن حشة حشاية شقة قلبي وكل إحنا ترى معرضين باتشر أن نصل لهذا المستوى شكرا للمشاهدة